الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في أولى حلقات التاسعة في 2024 يا رب تكون سنة كلها خير وبركة وسعادة على الجميع وأخبار تكون يعني تناسب التطلعات والأمال بعد ما خرجنا من 2023 بكل ما ليها وما عليها أول خبر معنا في 2024 من وزارة العمل النهاردة وزير العمل قرر زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص ابتداء من اليوم الخبر كان متعلق بجلسة المجلس الأعلى للأجور واللي انعقدت يوم 26 عشرة 2023 وأقرت أن الحد الأدنى للأجور هيكون من 3000 ويصبح 3500 جنيه بزيادة 500 جنيه للعمال في القطاع الخاص طبعا الخبر ده هيكون مهم لقطاع كبير جدا احنا عندنا القطاع الخاص في مصر لأهمية واضحة تماما ودائما السيد الرئيس بيأكد على دور القطاع الخاص في المسألة مسألة التنمية الشاملة اللي بتنتهجها مصر منذ سنوات والقطاع الخاص كلنا ما فيش أسرة تقريبا ما يكونش فيها أحد أبنائها بيعمل في القطاع الخاص لكن الـ 500 جنيه بنأكد على حضراتكم أن هي خاصة بعمال الأجور في القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر